الانتخابات اللي فاتت يعني شافت تغيير جذري وشافت رسالة خاصة من الشباب واللي يعني كانت في ناس ما تراهن عليها وكانت وإحنا كنا لله الحمد إننا نراهن إن الشباب قادرين إنهم يحطون كلمة وتحديداً في الدائرة الثالثة أعتقد إن المرحلة المقبلة يفترض إنه يعني أو شي إحنا نفهم معالمها لازم يعني نبتدي من حيث ما نتهينا في المرحلة اللي هي سابقة خاصة في مسألة أسباب حل المجلس الأمة اللي هي الأخطار الخارجية والتحديات اللي إحنا لهم الحين ما ندري شنو أصلاً يعني وين من تجهين في هذا النوع تحديداً من المشاكل وخاصة إنه بعد ما عاد يعني رئيس الوزراء وخذت يعني تولى المنصب مرة ثانية ونال على ثقة الأمير إحنا ما ندري شنو نوع التحديات اللي راح تصير هل هي يعني بعد تعيينه يفترض إنه يعني يكون فيه إعلان صريح شنو المواقف اللي راح تسويها المجلس الوزراء في هذا الجانب تحديداً بضغط والموضوع الثاني اللي هو بعد ما أعلننا العجز في الميزانية افترض إنه هالأمرين هذول يكونون في يعني يتصدرون المرحلة المقبلة لكن لازم يواكبهم ناس متخصصين خاصة يعني اليوم لما نشوف إنه بنرجع على المربع القديم اللي هو المحاصصة وهذا من التيار فلاني هذا من القبيلة الفلانية أعتقد إنه ما راح نوصل حق النتيجة أو راح يتغير المشهد نهائياً راح نعيد ونزيد في نفس الموضوع تحديداً فأنا أعتقد إنه لا بد المرحلة المقبلة توزير يكون على قدر عالي من المستوى العلمي من مستوى العطاء لا بد إنه يكون يواكب التغيير اللي صار في مجلس أمة يواكبه في مجلس وزراء علشان نقدر على الأقل هالتحديات هذي اللي كنا نسمع عنها كانت أسباب حل المجلس السابق وكانت عنوين المجلس السابق يفترض إنه يتصدر المشهد المقبل